اشتركوا في القناة اعلنت وزارة التربية والتعليم في هذا الاطار الشائعة هي تدول منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020-2021 الحقيقة ان وزارة التربية والتعليم الفني قالت انه غير صحيح ونؤكد ان كل ما يتم تدولها عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا اساس له من الصحة وغير صادر عن الوزارة ونشدد على انه من المقرر الاعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من الخامس عشر الى الثامن عشر من اغسطس الجاري ونناشد اولياء الامور والطلاب عدم الامسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف اثارة القلق مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية كانت هذه الشائعة ورد وزارة التربية والتعليم دعونا نتابع المزيد من التفاصيل في هذا الامر مع ضيفي الكريم الدكتور محمد فتح الله خبير القياس والتقويم والخبير التربوي اهلا بك دكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا دكتور محمد يعني وزارة التربية والتعليم بتنفي ما صدر منذ الامس عن بعض الجهاد بالطبع الليست وزارة التربية والتعليم عن مستويات او مؤشرات تخص امتحانات السنوية العامة ونتائجها هذا العام اه هذه المؤشرات لما هي غير صحيحة ولما تم تدولها من وجهة نظرك وما هي المؤشرات الصحيحة في هذه المرحلة اللي من المعتاد دايما ان قبل امتحانات السنوية قبل نتائج السنوية العامة انها تظهر وتدلل على النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام وعلى الله وبركاته اولا كل البنيات الطيبة لابنائنا طلاب والقسارهم والمعلمين ولكل كافة منظومة التعليم في الوطن كله نهاية المرحلة بتاع السنوية العامة بيزدق ان شاء الله خلال ساعات قليلة بإعلان نتائج السنوية العامة فيعني بنتمنى للكل الطمأنينة والنجاح والتصوف وإذن الله الحياة اللي حضرتها فعلا يعني امر مستهف له ان تبدأ مؤشرات عن القبوش في الجامعات يعني ما هيش مبنية على قسط سليمة المؤشرات بتبدأ بعد فور اعلان النتائج مش اعلان النتائج بس اعلان الدرجات واعلان البيانات الخاصة بنتائج السنوية العامة على مستوى الجمهورية ومن خلالها بيبدأ بقى نعمل مؤشرات لكلية كزا حتاخد من كام واحتمالات الصد من كام اللي دايما بيبقى الناس شغوفة به لكن هذه المؤشرات تطلع دلوقتي والنتائج لسه لم اعلنتش حاجة من اثنين هذا تم تسريب النتائج وده امر انا ما اعتقدش انه حصل خالص لان انا في ضمانة كبيرة حول عدم تسريب حتى نتائج الافراد ولا نتائج الامتحانات ما اعتقدش انه حصل وبالتالي النتائج دي بتبقى تخمينات وده بتسيد نوع من البلبلة لدى المستمع والناس مش نقصة نحن لسه خارجين من السنوات العامة وامتحانات طب يا دكتور هي مش كان من المؤكد في السنوات السابقة ان هذه المؤشرات بتظهر قبل الاعلان عن النتيجة؟ والله فيه ببقى سحونات وخاصة السنوات الماضية كانت شأن وستندية لها خصوصية في طبيعة الامتحانات في ادارة العملية النتائج والتصحيح وكده لها خصوصية لانها امكانية الضغط فيها امر جدي وواقع يعني امكانيته متوفرة ان انا اقدر اضبط كل النتائج وما يحصلش اي ناملة تطرب يمكن كانت العوام السابقة كان فيها كنترولات كتيرة وعديدة وتدخلات كتيرة وأفراد كتيرة فده كان ممكن يتيح تسريب بعض النتائج وبالتالي نبني عليها بعض المؤشرات على ما اعتقد اما العام ده فهلين خصوصية ان الامتحانات زي ما حضرتك شايفين اللي احنا يعني عليها تعقبات كتيرة وممكن ننقشها فيما بعد النتائج الضوابط دلوقتي انا شايف ان الامر مرتاح ان ما فيش حد شاف النتيجة ولا حد تطرب كذا اذا فالضوابط مشى في خط السير الطبيعي الجيد اللي يضمن التكافؤ بين افراد المجتمع كله وبالتالي لما ان شاء الله تعلن النتائج حتتاحن بيانات الخاصة بعمل المؤشرات وتطلع مؤشرات حقيقية تريح المواطن وتدلوا على المطلوب وتدلوا على الاجابة بدل الشائعات وبدل التكافنات نعم انا بشكر حضرتك دكتور محمد فتح الله خبير القياس والتقويم والخبير التربوي نتمنى لكل ابنائنا ان شاء الله التوفيق النتيجة اصبحت يعني قبقى وصاين ابناء ادنى او ادنى منها تعلم خلال الايام القادمة وباذن الله تظهر النتيجة مرضية للجميع وكل فرق يحصل على ما يستحقهم تماما في هذا الاطار اما حدثنا النهاردة فهيكون من خلال اليوم العالمي للشباب واحتفال العالم في ثاني عشر من اغسطس من كل عام اليوم العالمي للشباب هذا هو موضوع واهتمام الدولة حيث تقدم الرئيس السيسي بتحية تقدير واعتزاز الى شباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب وفي تدوين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي ان الشباب مصر العظيم هم نصف الحاضر وهم كل المستقبل وبستواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهو واكد الرئيس السيسي على ثقته المطلقة في شباب مصر وحماسهم وعزيمتهم وقدرتهم على التحقيق حلم بناء وطن العزة والفخر والكرامة دي كانت بداية حلقتنا النهاردة بحديث الرئيس في اليوم العالمي للشباب عن قيمة الشباب في هذا المجتمع واللي ترجمت من خلال اهتمام الدولة بالشباب الاهتمام بالمشاركة السياسية الاهتمام بتطوير التعليم الاهتمام بإيجاد فرص عمل عدد كمير جدا من النقاط اللي اهتمت بها الدولة في هذه المرحلة واللي علينا ان احنا ننقشها ونرى ايضا لاي مدى وصل اهتمام الدولة بالشباب وما المطلوب ايضا في المرحلة المقبلة من اجل المزيد من المشاركة الفاعلة للشباب المصري وطبعا المناقشة هتكون من خلال سؤال حلقة النهاردة اللي هزهر حالا على الشاشة وهو في اليوم العالمي للشباب كيف تدعم الدولة الشباب وتعمل على تمكينهم كيف تدعم الدولة الشباب وتعمل على تمكينهم هذا هو سؤال حلقة اليوم اللي بنرغب انتوا تتواصلوا معنا من خلال همزة وصل اي جي وسبوا الاتواصل المختلفة اللي بتعرفوها ومنها طبعا صفحة برنامج على الفيسبوك كلنا نبدأ الحلقة قبل المناقشة بتقريب سريعا موضوعها علشان نقدر ننتقل بعد كده الى الحوار بشكل سبس في اليوم العالمي للشباب تسعى الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم الى بناء وتنمية المجتمع من خلال دعم الشباب وتشجيع مشاركتهم وتقديم ابتكاراتهم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في مصر باعتبارهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر فالشباب هم العمود الفقري للدولة التي تولي اكبر اهتمام بهم لانهم يمثلون الفئة الاكثر طموحا في المجتمع فهم اساس التغيير الى الافضل والقوة القادرة على احداث ذلك التغيير كان انطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب بمثابة نقطة تحول في شكل العلاقة بين الدولة وشبابها فاصبح التواصل مباشرا والحوار بناء والنتائج عظيمة اذ حققت تلك المؤتمرات عدة مخرجات وتوصيات تم تنفيذها بكل اسرار وعزيمة كما اولت الدولة اهتماما كبيرا بتمكين الشباب في المناصب والوظائف وعرض افكارهم وطرحها دون اي معوقات حيث اخذ الرئيس السيسي من قضية تمكين الشباب عنوانا لاحد اهم ابواب خطته لتحقيق التنمية في مصر حيث سعت القيادة السياسية الى فتح المجال للشباب المصرية في الانفتاح على شباب العالم من خلال منتديات الشباب العالمي لتبادل الرؤى والافكار ويملك الشباب روح المبادرة والريادة فالشباب هم القوى الاقتصادية القبرى التي يمكن لأي مجتمع الاستفادة منهم في جميع القطاعات ويمكن من خلال تحفيزهم على الابداع الحصول على افكار بناءة تعمل على زيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل مما يضمن النجاح والتقدم للمجتمع في المجالات كفة اهلا بكم من جديد افضل طريقة ان احنا نعرف بها مقدار ما تحقق في اي مجال مش بس في طرح حدثنا عن ما تم تقديمه للشباب وما هو المأمود تقديمه في الفترة القادمة هو المقارنة ما بين الوضع السابق والوضع الحالي خلونا نطرح فكرة المقارنة دي على ضفنا الكريم دكتور ايمان الدهشان رئيس قطاع بناء الكوادر وتنمية القدرات مجلس الشباب المصري دكتور ايمان اهلا بيك اهلا بحضرتك كل سنة وشباب مصر بألف خير وان شاء الله بإذن الله تبقى سنة جديدة وسنة جميلة على كل شباب مصر اللي فعلا مشرفيننا يمكن في المحافل الرياضية لسه كنا بنقول توكيو من ثلاثة يام وبنشوف الشباب من الفتيات بقى وهم صراحة عامين مجهود كبير جدا مجلس النواب مجلس الشيوخ يعني لدينا العديد من الشباب الكوادر المؤهلين اللي يستطيعوا ويشرفوا مصر في كل المحافل ويقدروا ان هم يوصلوا صوت مصر ويوصلوا قد ان القيادة السياسية في هذه الفترة اهتمامها القائم على الشباب وهنا عايز اتكلم بقى على موطة مهمة جدا هو تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديد وده كان لسه في يعني من كم يوم في مؤتمر حياة كريمة اللي تم تدشينه واللي ان شاء الله وفي اذن الله هيحتضم كل الشباب وكل المؤسسات الشبابية هيحتضمها تحت مضلة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة طيب احنا نتكلم اكتر عن هذا الاتحاد بس اسمح لي الاول ان انا ابتدي بما تم انجازه عبر سنوات الماضية مقارنة بالوضع الذي كان عليه شباب مصر في الفترة السابقة لها كيف ترى ما تحقق من خلال هذه المقارنة طيب خليني اقول لحضرتك ان احنا من اول 2014 اتدت الدولة اول حاجة بتعملها انها بتخط استراتيجية للشباب هذه الاستراتيجية جابت لحضرتك استراتيجية مع رؤية الدولة يعني نهاردة رؤية الدولة عاملة رؤية 2030 لتحقيق اهداف مصر واهداف التنمية المستدامة وبالتالي احنا امام رؤية جديدة الدولة بدأت انها تعملها انها توحد الشباب وتحط جهودهم في حلم واحد ده اللي الدولة شغال عليه النهاردة حضرتك عايزين نشوف الكلام ده على عرض الواقع نلاقي ان مجلس النواب سنة 2015 كان فيه ما يقرب من 10% ل 15% من الشباب حضرتك النهاردة بتتكلمي ان النسبة زادت وصلت ل 25 او 30% يبقى ده على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ بنتكلم على مساعدين ونواب المحافظين تقريبا هي الفئة العمرية الشبابية وده الاول مرة تحصل في جمهورية مصر العربية ان احنا نلاقي كل هذا الكم بنتكلم على مجموعة من الوزراء وخليني هنا اتكلم مثلا ان احنا عندنا وزيرة وزيرة التعاون الدولي هي بقى لها كانت وزيرة التجارة الدولية والنهاردة بقى ده ماسكة التعاون الدولي برضو من الشباب اذا حضرتك امام فكر استراتيجي ابتدينا نستحلوم طرق جديدة للانخراط معهم النهاردة الرئيس بيعمل سبع مغتمرات دوليين وابتدى ان هو يعمل ايه بقى ودي حتة جميلة جدا ان انا اجيب شباب العالم اعمل زي تعاون وعزز العلاقة ما بينهم لان اخد يبقى حضرتك اضاية زي اضاية سد النهضة وغيرها من الاضاية ممكن تبقى الدبلوماسية الشبابية هي الحل فيها فاذا انت تستحل للشباب طرق جديدة للانخراط مع بعضهم بتشركيهم وتعززي اصواتهم بتوصليهم لمراكز تقدر نياس ماسل مصر خارجيا لازم بقى النقطة المهمة جدا التعاون والتدريب لان انا النهاردة بتكلم في 65% من تعداد سكان مصر شباب ما يقرب من 65% فاذا حضرتك لازم تحطي خطة بشكل كبير جدا عشان تستفيدي من ابتكاراتهم من افكارهم ولسه يمكن شبابنا لسه كان المهندس مصطفى مدهولي بيكرمهم اللي هم اضحاف فكرة سوابل الشركة العالمية اللي داخلت البورصة في اكتر من مكان واللي تم تكرمهم لا احنا بنقول انضموا لينا سجلوا اتطوعوا في بلدكم خلينا نبقى اكثر شركاء داخل بلدنا هو ده اللي احنا عايزين نقوله لان لو احنا كشباب مصر ما ساعدناش الزاولة لا يبقى احنا بنقل الرؤية اللي عملت دي يبقى في مكان خاطئ وبالتالي انا بشكر القيادة السياسية على مزيد من الاتصمار في الشباب طيب دكتور ايمان في حضرتك لمست نقطة شديدة الهمية وهي فكرة التأهيل والتدريب وهي بتعتبر من النقاط اللي بتضع الشبع على المحك في الحياة العملية وبيواجه فيها صعوبات كثيرة ايه اللي بيؤجل او بيؤخر عملية التأهيل والتدريب على الرغم من حتميتها واهميتها في هذه المرحلة اه خليني اقول لحضرتك اه يمكن انا موجود في مجلس الشباب المصري في اتحاد الطلاب تحياء مصر في ربطة خارجين شباب مصر اه ربطة الاتحاد الخارجين من اه اتحاد الطلاب فاذا انا امام اه اه عدد من الكينات الشبابية طبعا حضرتك في الاول بتاخدي وقت كبير جدا عشان تفسري اعمار هذه الشباب لان اخدي بال حضرتك كل ده شباب متطوع بعد المحرك بتحصري بتبدأ اتحددي مين ميوله اه مثلا ناحية الابتكار مين ميوله باحية الاساع مين ميوله في التدريب مين ميوله في القيادة مين ميوله فبابدأ ان انا بعد لما احصن احدد الكلام ده ثم بعد كده ابدأ ان انا اهله للمكان اللي هو نفسه يروحه اه انا اللي انا يعني بتمنان ان احنا نمكن جميع مراكز شباب متطوع ان اللي يقضها شباب وهو مش هيدفع انا اجيب خبرة كبيرة جدا ما عنديش اي مشكلة بس لازم اللي بيرقص هذا النادي يبقى شاب لان هو عيبقى اغرب للشباب عارف الشباب بيحبوا يلعبوا ايه عارف ايه الافكار الجديد اللي ممكن يبدأوا ليها فانا يعني من خلال همزة وصل ومن خلال قناة ميل للأخبار نفسنا ان احنا نحط رؤية جديدة ان احنا نؤهل فعلا كل مراكز الشباب ان يقضها الشباب في مصر وده هتبقى نقطة كبيرة جدا طب عشان نعمل الكلام ده محتاجين احنا نصرهم طيب الاهم يا دكتور ايمن هو ان مراكز الشباب يديرها شباب ولا ان يكون لدى مراكز الشباب امكانيات تقدم للشباب ايهما اهمة في هذه المرحلة انا لو جبت القائد الشاب هيبدأ ان هو يمكن الشباب اللي تحتين وبالتالي اه دي الفكرة اللي موجودة يعني انا مش عايز اخش مركز شباب الا ايه مدير النادي مثلا اه فوق الستين سنة وبالتالي الشاب هنا هيقول طب يعني انا دوري فين انا مكاني فين وانا الشريحة الاصبر بالعكس انا عايز الخبرة اللي عندها 65 سنة تبقى دورها ايه التوجيه دورها ان هي اه تعد للمطار تقولوا لا فوت بالك من دي فوت بالك من دي يعني زي دور الكوتشنج شوية هو ده اللي احنا عايزين نقوله انما المهاردة الشاب انا عايز يبقى عندنا الشاب عنده 25 سنة وبيرقوا سمادي ايه المشكلة ليه ما يبقاش عندنا كده ليه ما نبقاش احنا اه على فكرة اقول له حضرتين حاجة اكبر ميزة ويمكن احنا لسه الانها في المقدمة في جمهورية مصر العربية هي عدد الشباب اللي موجود فيها عدد ما اه اه ما يعني الاقل من 45 سنة انت عنده حضرتك نسبة ففوق اه 65 في المية ده عدد كبير جدا ده مجموع دول جنب حضرتك اذا علينا ان احنا نمكن ولكن عشان امكن لازم اضرب لازم اعهل لازم استثمر اكتر يعني محتاجين مزيد من الاستثمارات مزيد بوزات فترة الاجازة دي فترة جوهرية لكل شاب ان حضرتك بتعمليله بقى ايه برامج لتصفيفه يمكن هنا عايز اشيط باكتر من وزارة النهاردة وزارة التقطيب بتعمل برنامج اسمه كن سفيرا للشباب في اهداف التنمية المستدامة اذا كل برضو نفس القصة المحروض وزارة الشباب عاملة حاجة عن المحليات في منتهى الروعة فاذا احنا محتاجين بقى تضافر هذي جود وتبقى رؤية موجودة مش مبادرات فردية يعني الوزارة دي عاملة مبادرة فردية والوزارة دي عاملة تبقى من ضمن خطة واهداف الدولة ومن ضمن رؤية مصر عشرين تلاتين لان احنا مش هنقدر نحقق الرؤية دي دون وجود الشباب معنا وانا هنا من عند حظ من خلال البرنامج عند عرضك انا عايز احيي كل الشباب وعايز اقول للشباب خليك دايما طموح ايه اعطيئة ابداً خلي عندك الامل خلي عندك الابتكار ارفع راية بلدك انت اللي بتحمل الراية وايه اعطيئة ابداً هو حد يحبسك خلينا نشتغل على دي المدرسة المدرسة دي مدرسة تحفيزية هتطلع لك كل القدرات والابداعات الخاصة بالشباب نعم انا بشكر حضرتك دكتور ايمان الدهشان رئيس قطاع بناء الكوادر وتنمية القدرات بمجلس الشباب البصري على المداخلة ومع بديته معنا من وجهة نظر في موضوع حلقة اليوم هنضم الينا في الحوار استاذ احمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بنحب مصر اهلا بيك استاذ احمد استاذ احمد الحقيقة احنا النهاردة بنحاول نرسل تجارب يعني تكون رائدة في عمليات الاداء على المستوى العملي على الارض في السنوات الماضية ومدى التأثير والتأثر اللي حدث خلال هذه المرحلة للشباب والاختلاف في شخصياتهم في بنائها حجم المشاركة السياسية حجم التمكين الاقتصادي حجم الاختلاف في وعي التعليمي في هذه المرحلة عن الفترة السابقة تجارب مختلفة بشكل نعم خلونا نرجع مرة اخرى استاذ احمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بنحب مصر حالك معي اهلا بيك استاذ احمد بس يريد ترفع صوتك قليلا حاضر نساء خير على حضرتك يعني من اكثر النقاط يمكن اللي بتهميني ابرازها في هذه الحلقة ابراز ما حدث من اختلاف ما بين الماضي والحاضر في وضعات الشباب المصري ايه اكثر النقاط اللي فتل الانتباه في هذا التغير يا استاذ احمد والله يعني طبعا كل سنة والشباب المصري والشباب العربي والشباب الافريجي بخير اكثر نقطة من المسا وهي الاتاحة اتاحة القرص في الشباب زمان كان بيبقى عندنا كان بيواجه صعوبة كتير جدا نظنية على ان الموضوع بيتمثل بس موضوع معصفرات بيعملها مركز الشباب اللي موجود في القرية او النجعة او المدينة اللي عنده دلوقتي بمشوف برامج الشباب بتشمل الشباب من على مستوى الجمهورية برامج بيتمثلها الدولة من خلال وزارة الشباب والرياضة للمناطس شباب المناطس الحضبية انهم بيضعوا التدريبات في القاهرة وبيضعوا بيضعوا مرات الاختلاف الاكبر كمان ان عدد الجمعيات الاهلية والمؤسسات المشهرة في وزارة الدولة الاستماعي اللي بتعمل ملقي شباب اللي حصل فيها ديادة كبيرة جدا جدا فاخر يعني عشر سنوات شفنا كيانات كثيرة جدا 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 بتشتغل عدد بتقدم نتائج وموضوعات ملهمة للاخرين وكمان شفنا التوسط والاكبر داخل الجامعات ونماذج المحكاء اللي بتتمه هو كل جامعة والتطبيب اللي بتتمه للشباب من الجالب الثاني ومن الجالب العلمي ومن الجالب التنفيذ الى جالب مؤسساتات زي المؤسسات عندنا ان احنا بنتيح على مدار السنة كرة التطوع للشباب ان هم يمزلوا معانا ويشاركوا فيه الامشطة الملدانية التجاعتنا تقدمينا سنويا اكثر من اربع ثلاث متطوع من خلال استمرار التطوع الموجودة على الفطحات بتاعتنا وبينزلوا معانا في الجاعة تم على ارض الواقع اللي اختلف ان احنا بقينا لما بنطلب شباب للتطوع ما بقيناش ناخد نفس المنبوض اللي كنا بنعمله زمان في ان احنا نخنا نفسه تتطوع بقى فقافة التطوع موجودة عند الشباب فالشباب نفسها بيتوا وادر وعاودوا تطلع على فكرة وتطلع على مفادرة وتيجي تشارق يعني لما طرحنا حملاتنا لحد بالتجامة بناس الثلاثة 2016 نعمل حملات في البحر الاحمر وفي مهر النيدي وفي البحر المتوسط ما كناش متوقعين هذا الكم من التجاوب من فئة الشباب ان هم ييجوا يتطوع من وقتهم ومن مجهودهم عشان يمضطوا مكان غيرهم اللي سابق التلوث ذاعة هم مستجوش التلوث ساعة بل كبادة الثلاثة حملاتنا الثلاثة مثلا تبقى في الشواطئ العامة عشان السلوك بتاع الاخرين يشوفوا الناس بتنظف فما يعملش فده ثاني بدأنا نشوف ان الشباب نفسه مش مكسوف من يعمل ده بدأنا نشوف شباب كتير من اللي بيجيبوا معانا من المتطوعين اللي بيحاول يعملوا مبادرات فردية لهم بعد ما بياخدوا فترة بالتطوع يعملوا مبادرات اذكرهم وطموحطوا مزاقة ويحنا نوصر لهم الدعم والمتندة وما الى ذلك بدأنا نشوف كمان في الدولة فتح اجوابها بدأنا نشوف يعني كثير جدا جدا انا مش عاوز اعطي البتي عشان نمتاش حاجة من على ارض الواقع من المجهود من المخصيات الشبابي من وزارة الزراع من البسيط من وزارة التعاون الدولي من الكثير والكثير من المزارات الحكومية اللي بتقدم على ارض الواقع فرصة للشباب كنا نصيحتي للشباب في اليوم العالمي للشباب وفي التغذية بتتمثل في حتة ان احنا محتاجين عندنا رغبة ان احنا نصبر لما تبتدي مبادرة او لما تبتدي فكرة او لما تشتغل على حاجة شبابية بطاك الضبر لو وصلت المرحلة حسيت ان اك مش بطق اعبو اقوم ثاني بنفس وامشي ان احنا دولة شابة وجود كبير كعدد كبير جدا من الشباب في المناطب التنفيذية وفي التشريعية ده بيدي فرصة لجيل كامل ان احنا من حاجة ده بالتأكيد استاذ احنا احنا عايز اصلاك على مدى تكافؤ الفرص او تساوي الفرص او اتاحة الفرص لكل المستويات بدأنا نشوف بالتنين الاخيرة ان احنا شباب موجودين نواب محافظين في محافظات زي بعيدة شوية مكنش ملسمع عن في نواب محافظين شباب موجود مثلا في محافظة الباحل احمر او موجود في محافظة اسوان او موجود في جنوب ثينا بدأنا نشوف في الجيزة ونشوف في بنسويب والمولوكية وفي الدائلية وفي الدائلية وفي الدائلية وكل دول شباب يعني في مقطب العمر بدأنا نشوف في البنطورة التشبعية في مجلس النواب الماضي عدد كبير جدا من الشباب والدور بتاعهم وشوفنا يعني قرلمان بيعثر بجزء كبير منه عن تموحات الشباب انه هنشوف شباب يتكلم شباب يتعثر عن الرؤية بتشوف مشكلة بتحصل للاقي شب يعني نائب شبه او نائبة شبه يقدمه يعني طلب لرئيس المدينة يتصروا على الموضوع ده او يقدموا حل الموضوع ده الشباب في هذه المرحلة محتاج ان هو يستثمر في الوعي يستثمر في المعرفة عدد المواقع اللي موجودة على الانترنت بل هاش حصر التعلمية الشباب يستفيد تستقرأ ذاكر خليه مميز انا باتفق معاك وستاذ احمد فكرة الاستثمار في المعرفة من الجانبين الحقيقة من الشاب اللي وقته ومن الدولة لامكانياتها في تثقيف وتعليم هؤلاء الشباب وإتاحة الفرص على قدم مسوال الجميع انا بشكر حضرتك وستاذ احمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بن حب مصر على المدخلة ومع بيته من ودر نظر معنا في هذا الجزء من الحلقة اسمحونا مشاهدين ان احنا نستعرض اهم الاراء اللي وردت الينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك الشباب تم تمتينه ودعمه من الدولة فهناك محافظين ونواب محافظين ومعاوني ووزراء من الشباب الذين تم تدربهم للعمل القيادي على اصول علمية حديثة من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب ودور الشباب لدعم الدولة مطروب بالعمل التطوعي والمشاركة في الاحزاب السياسية المختلفة والاستعداد لترشح المجالس المحلية عزيزي الشاب لا تنتظر بدر بالمشاركة محمد الطواب غينوي عشور برأيي في اليوم العالمي تدعب الدولة الشباب تعمل على تمكينهم بالاخلاق والعلم والرياضة وانتماء روح وحدة الوطن لجيل بعد جيل عن قرب وعن بعد مع تمكينهم اقتصاديا لسوق العمل بوظائف او مشاريع صغيرة او متوسطة ودعم لوجستي ومزايا ضريبية في ظل تطور وشمول مالي الشباب اما ادالة التدمير او التعمير ويتوقف ذلك على البناء المجتمعي للشباب ومدى وجود الدولة في حياة الشباب ويكون ذلك عن طريق فتح المشاركة المجتمعية للشباب في تدمية الهيئة المحيطة مثل المشاركة في مبادرة حياة كريمة في الريف او التشجير رسم الجداريات في المدن توفير الاماكن التي توظف طاقات الشباب في انشطة تفيد الشباب وتفيد الدولة مثل الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية ومراكز الددريب للحرف اليدوية والدورات التعليمية وأخيرا يجب أن يكون هناك تواصل فكري دائم مع الشباب ومناقشتهم في قضاياهم وقضايا مجتمعهم عن طريق وجود قنوات تواصل معهم على مستوى المراكز والمحافظات ومستوى الدولة وأن يجد الشباب المسؤول يعرض أمامه التحديات والقطط ويشعرون أنهم جزء من بناء الوطن كما أن وجود مشهور مجتمعي لكل جامعة يشارك به الشباب ينمي العمل المجتمعي أستاذ محمود الدول لأنهم رأيات المستقبل لذلك برأيي في اليوم العالمي تدعم الدولة الشباب وتعمل على تتمكنهم فتمكن الشباب مبادرة تجري في جميع أرجاء العالم تقودها منظمات غير بحية أو منظمات حكومية أو مدارس ومنظمات خاصة وتختلف عمليات التمكين عن التنمية لأن عمليات التنمية تركز على تنمية الأفراد بينما عمليات التمكين تركز على خلق مجتمع أكبر يغير من الاعتماد على تنمية قدرات الأفراد ويشمل تمكين الشباب ومنبعها وقابلياتها الاستمرار عفوا واكتسابها زخم وطابع مؤسسي وعادة ما يتم اعتبار تمكين الشباب على أنه بوابة الإنصاف بين الأجيال والمشاركة المدنية وبناء الديمقراطية وقد تركز النشاطات على تلك الأنشطة التي يقودها شباب من وسائط الإعلام وحقوق الشباب ومجالس الشباب وما إلى آخر أستاذ أيمان رمضان تمكين الشباب عملية يتم فيها تشجيع الأطفال والشباب لأغز زمام حياتهم ويتم ذلك عن طريق معالجة حالاتهم ومن ثم اتخاذ إجراء أحيال ذلك لتحسين وصولهم إلى الموارد التي يحتاجونها وتغير إدراكهم للأمور عن طريق إيمانهم وقيمهم وتصرفاتهم وبهدف تمكين الشباب إلى تحسين العدالة من خلال المشاركة في برامج تمكين الشباب حقيقة فكرة التفرقة ما بين التنمية والتنكين فكرة مهمة جداً لطرحت في هذا الحوار التنمية ممكن تكون على مستوى المجتمع على نطق متعدد أو مختلف في المستوياته أما التنمية فهو بيهدف لفئة معينة معروف أنها في مرحلة من المراحل هتقود هذا المجتمع بشكل ما يعني التنمية أكثر أمومية وشمول والتمكين مستهدف منه فئة معينة إيه هي معالم هذا التنمية؟ خلوني أسهم لهذا السؤال لأنه مهم جداً نحن نحدد فكرة التمكين لأن لها أسس يجب أن نحن نتكلم فيها معي عبر الهاتف دكتورة مية مجاهد رئيس مؤسسة بالشباب نقدر للتنمية دكتورة مية أهلا بيجي أهلا بيجي دكتورة مية أنا توقفت عن فكرة التمكين كأساس يجب تعريفه ومعرفة قواعده وأهم ما يميزه عن فكرة التنمية اللي هي أوسع قليلاً من فكرة التنمية التمكين إزاي بتاري كواحدة من جيل الشباب فكرة التمكين المنفذة حالياً؟ هي طبعاً فكرة التمكين بدين فكرة بدأت مع تولي الرئيسة الحفاحة يعني مقاليد الفقه لأنه كان بيولي الشباب جزء كبير جداً ما يستماموا ظهرت في شكل كبير بشكل المؤسمرات الشبابية في المؤسمرات اللي كانت تبقى متواصلة مع مؤسسة الرئاسة دخل دايماً في قناة موجودة مباشرة ما بين الزرافين ما كانتش موجودة قبل كده فبالتالي بقى القصمة السموعة أكثر بقى الاحتياجات ممكن توصل بشكل مباشر يعني خلى في قناة دايماً اتصال مباشرة ما كانتش موجودة أو ما كناش بنحلة منها تتوجد جايزة بعد كده خدنا الفطوة اللي بعدها كانت سكرة البرنامج الرئاسي لتأييد الشباب للقيادة وده طبعاً جمع عادت كبير جداً من الشبابة وده محرات كالثة منه شوفنا منهم كثير بقوا نواب محافظ بقوا نواب أو متعدين للوزراء بقوا موجودين في مناصة كثيرة غرابية في مفاصل الدولة ما كانتش حاجة موجودة ده أو كده خالص كان دايماً محشور على فئة معينة أو على جزء معين من المستمع أو مساءة المستمع فبقى الموضوع يظهر بشكل أوضح في موضوع يظهر بشكل أفضل بقى نشوف دايماً الشباب المتباجدين بجنب الرئيس جنب المسؤولين ما بقاش فيه خوف من سكرت إن الشباب ممكن يمسك سلطة أو يمسك منصب لأنه هو قريدي بقى بياخد الأول تأهيله وبياخد الأول التوعية المطلوبة طبعاً جامع ما بين الترافين ما بين التأهيل والخبرة ما بين وكمان سكرت إنه هو سنة صغيرة فده ظهر طبعاً بشكل كبير بخلاف التنمية بقى نحن نشهدها أصلاً مصر تشهدها على كل الأسعادة مش بس في الملفة الشبابية يعني على كل المراحل موجود فيها التنمية بشكل كبير ودي كمان من رؤي مصر عشرين ثلاثين فكرة التنمية منصدامة وفطرها لده واللي بتاسع عليها كل الوزارات بشكل واضح جداً إنها توعي الناس يعني إيه تنمية ويعني إيه تنمية منصدامة وليه لا تنمين وإيه هي أهدافها وإيه المصدد إنها نعملوا الفترة اللي جاية عشان نحافظ على مواردنا نحافظ على أول أجاية اللي جاية يعني الموضوع بشكل متطل ومتوازي مع كل الأطراف عشان خطرنا إنها نعمل حاجة لتنمية المواطن اللي جاهزة نعم أنا بشكر حضرتك دكتورة بيم جاهد رئيس مؤسسة بالشباب نقدار للتنمية أبدو من هذا الحوار دكتور محمد حمدي نائب رئيس الكيان الشبابي سنة شباب الصعيد وهو كيان شريك لوزارة الرياضة في مختلف الفعيلات الشبابية أهلا بك دكتور محمد أهلا بسلام محورتك إزايك حمد طيب إزاي حضرتك دكتور محمد لما نتكلم عن كيان شبابي اسمه سنة شباب الصعيد ومن معروف أن أكثر شباب كان يبحث عن حقوقه في مجال التمكين والعناية والرعاية هو شباب الصعيد الحقيقة هل أقدر أسألك عن ما تحقق للشباب الصعيد في مرحلة السابقة خاصة في مجال الرياضة مجال الإلعاب المختلفة كل ما يخص قدرة الشباب عن التنفيذ عن نفسه أهلا بسلام بحراتك و أهلا بسلام بالمشاهدين طبعا لو تكلمنا عن الشباب الصعيد أهلا بسلام الشباب الصعيد هو كيان شبابي خدمة النار والطواء يعمل تحت مجالة ضدت الشباب والرياضة الكيان بيعمل في عشر محافظات الصعيد ومنتد إن شاء الله لقريبا لباية الجمهورية بقصة أمكين الشباب الخاصة بالصعيد يعني عايز أقول لحافظت لا إحنا في ظل قيادة حسيمة من خامة الرئيطة عبدالفتاح السيسيا وفي ظل توقف الدولة الاهتمام بالشباب بصورة جبيرة جدا بدأ فعليا بدأ فعليا الشباب يبقى عندها القدرة على العمل الدائم لهذا الموضوع طبعا إحنا في الشباب عايزين نقول برضو إن إحنا ظلت الشباب الصعيدي فترة من الزمن ظلت قربة أقصر من 30 عاما مهمشين بشكل غير ممالغ فيه أو بشكل مخصوط أو غير مقصوط ولكن في ظل القيادة الحكيمة اللي في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسادة الوزراء وفي خامة معالي رئيس الوزراء والسود دكتور عاشف صلحي اللي عمل تفرق كبيرة جدا في الشباب والرياضة خاصة من إحنا من شاء الله بيطلع من عندنا أبطال أولومبيين كبيرة جدا في الصعيد وسواء كان أولومبيين أو في البرلمية وإحنا حققنا 6 مادليات زي ما حضرتك عارفة في الأولومبيات الـ 29 وعشرين وإن شاء الله وأنا أتمنى أن أحنا نحقق عادي كبير جدا في الدورة البرلمية القادمة إن شاء الله خلاص هناك تتمكن فعليا للشباب عن طريق مؤتمرات الشباب زي ما أصبت رمي وعن طريق الأكاديمية الوصنية التدريب والبرامج الرئيسية الخاصة اللي بدأت تصلع وتفلز كميهم الشباب التدريب جدا واعي وعنده ثقافة وعنده واعي وبدأ يتخلطوا المناصر الكبيرة جدا زي نواب محافظين ومحافظين ومعاونين الوزراء ومساعدين الوزراء لهذا تمكن واضح للشباب في ظل قيادة حكيمة نعم طب إحنا بنتكلم كده على مستوى محدد من الشباب اللي هو قدر يوصل إلى مركز معينة أو مناصب معينة سطع من خلالها أن يمارس عمل شديد الأهمية يشارك بشكل كبير في عملية سياسية ماذا عنفعات الأقل من وجهة نظرك الشباب لها طموح كبير جدا وكل الشباب عندها طموح لوقت من هي شوفها حاجة في الدول واضح جدا حضرتك لو انت شوفت بدأ يبقى عندنا كيانات شرابية شرابية جدا بدأ يبقى عندنا فكرة التطوع في المجالات التطوعية والشربية بدأت شباب جدا بدأت الشباب تخوض فكرة النماذج المحاكاة الخاصة دي التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للحياة السياسية كنموذج محاكاة مجلسية النواب والشيوخ وفي محليات ان شاء الله فهناك حالات سياسي واضح جدا للشباب في مختلف المحافظات وخاصة في محافظات الصعيف يعني احنا لو بفتنا في حضرتك في محافظات الصعيف هنلاقي ان الشباب بدأت في النماذج المحاكاة بصورة كبيرة جدا عندنا زي محافظة تلمية وقسيوت وتهاج ومتقدمين بصورة كبيرة جدا بهذه النماذج للتعرف على الحياة النيابية وما يقوم بها وشكل الحياة النيابية والتشريعية في مصر ومحاولات عمل نموذج محافظة كامل لمثل هذه المجال نعم نعم انا بشكر حضرتك دكتور محمد حمدي نايف رئيس كيان الشبابي سنة شباب الصعيد الكيان المشارك لوزارة الرياضة في الفعاليات الشبابية شكرا لك على هذه المدخلة ومشاهدينا في اليوم العالمي للشباب نتمنى نحن نكون قد أطلنا بشكل جيد على ما تم تقديمه للشباب من عمليات التمكين السياسي والاقتصادي في المرحلة الحالية اللي بنحياها متمنين أن المرحلة القادمة تنال فيها عمليات الاهتمام بعمليات التدريب والتأهيل الاهتمام الأكبر من الدولة لحكميته وأهميته في هذه المرحلة غدا إن شاء الله لقاء جديد قبل هذا الموعد بساعة تقريبا وهمزة وصل جديدة شكرا لك